نحن سعيدين جداً وجودك معنا يا معاذ وكمان مشرفنا ومنورنا في حلقتنا الخاصة اليوم من صباحات سودانية وهي احتفالية بمرور عام على برنامج صباحات سودانية وكمان بأولى انطلاق البث لقناة سودانية 24 وساعدنا بك جداً ونورتنا كمان وبالجد يعني نحن استمتعنا جداً بصوتك الجميل الرائع وإن شاء الله لقدام حيكون في مساحات أوسع نقدر نسمع فيها صوتك وكمان يا معاذ أحمد عبد الحليم شكراً جزيلاً لك لم يشرفتنا في حلقة ارتطفيت معنا الشمعة اللولة والله يا أخي دا شرف عظيم ليش طيب بك شكراً لكم كثيراً أستاذة أزنيم وأستاذ مازي فرصة طيبة يعني إن شاء الله شكراً بإذن الله بإذن الله إحنا من هنا كمان دي دعوة لكل فريق العمل يارات انضموا لنا داخل الاستوديو ساعة ونصف بتاعتنا بتاع صباحات سودانية اليوم انتهت استعرضنا فيها معاكم العديد من الفقرات اللي كانت خلال السنة الفاتت كان معنا زمل أو أسازة اللي كانوا هم أساس هذا البرنامج جدد من 265 يوم فاتت كان فيها العديد من الفقرات نعم كل طاقة من كان شغال معاني شرفنا عمارة والحاجة ورويدة عمار رويدة عمار دي يبلو حاجة كده جميعاً جاي لون أحمد لكي الصلطة صلطة عادي كده شكراً لكم جداً صلاة عليكم صحراً شكراً لكم جداً شكراً لكم جداً من صباحات السودانية نحن كنا زملاء عليكم ومازلنا وساعدني جداً بأن نكون زملائهم في الصباح وغير الصباح وفي كل برامج سودانية أربعة وعشرين بالتأكيد كانت بداياتنا في صباحات سودانية من قناة سودانية أربعة وعشرين ومستمري معكم بذات الألق و بذات الجمال من صباحات سودانية و لكل البرامج في قناة سودانية أربعة وعشرين نصل لكل الناس بالتميز والريادة و نحكسهم و نحكس فراحهم و كل الألق و الجمال معهم في مجتمعنا السوداني بالتأكيد أستاذ خليفة يريد تتضم علينا يريد أستاذ خليفة كل السعادة كل السعادة و كل الحب و أنت يا وردة الهدية كم عصافير غنوا لك و كم صبية إن شاء الله تبرع من مواجع و من حرابة و من أسية وتملو الأطفال عيونك و الفراشات و التحية إن شاء الله نحن نقدم لك وردة حب من سودانية و إن شاء الله الحب دائما يكون بناتنا و يكون دائما هو نفاجنا للخير في كل مكان بالتأكيد شكرا لك شكرا لوجودك معنا دائما شكرا لوجودك دائما معنا شكرا لأنك وقفت معنا في بداياتنا في صباحات سودانية و نحن عدة سنة بنشكر فيها كل الناس الخلف الكواليس الحقيقي أخرجوا هذه العمال الجميلة و الفقرات الجميلة لصباحات سودانية بداية ما عايز نذكر الأسماء عشان ما ننسى لأنهم كلهم مميزين و كلهم أسماء محاضرة في تتربة على البرنامج لكن محمد أحمد عبد النبي بدأ معنا البرنامج كمخرج مميز و لأي يماني بالتأكيد و إسلام اللي انضمت مؤخرا لصباحات سودانية إسلام داود و أيضا في المونتاج محمد عبد الله تحية كبيرة جدا صراحة يا محمد و لعاصم في ترافيك بالتأكيد و لكل الناس سوشال ميديا و للمصورين اللي بيطلعوا هذه الصورة الجميلة من صباحات سودانية تحية اليوم الكدرو تحية خاصة يتأكيد أنا صديقي يجيو عاو في الصباح و إبراهيم خذروا لك التحية و بي تلقاه بي تلقاه و بيجيوه لنا من الصباح و بيعدل لنا الكيف يا سلام كدرو تحية تخاصة يكون مخصوطين جدا صحيح كدرو كان عنده كاميرا كذا كان بيجي يصورنا كل يوم و صورة كاميرا كدرو هو إعلامي شامل حقيقي لو وجدتوا فن صوت ممكن يكون خطف الكاميرا ممكن يكون موجود معنا في كل شيء صحيح كدرو هو إعلامي شامل بتأكيد يا رويدة و شباب عشان ما ننسى كل الناس عايزين نقول برضو شكرا لكل الناس اللي كانت بتابعنا و كانت حريصة جدا إنها تحضر كل حلقة بين صباحات سودانية و كانت قريبة لنا جدا بالدعم اللي كان بتقدموا لنا حتى لكل الناس اللي كانت تحت الهوام صحيح كدرو ما نداري لنا نسى و نحيي زميننا مصطفى النعيم أكيد لك كل الحب و لك كل الاحترام و لك كل التقدير أنت شخص مميز جدا صراحة في هذا البرنامج تقدم دائما لألق صحيح تقدم الحب و الخير في كل صباح من صباحاتنا السودانية لك التحية بصفى النعيم و لوسرة الكريم أبو صحيح أي فكرة خلاقة هو بقوله و نحن نجري فورا و تطلع الجميل والألقة والجمال من صباحات سودانية تحية لك مصطفى لكل أثرتك و تحية لكل طاقم العام لصباحات سودانية و تحية لكل من سوبي قناة سودانية 24 و لا أقول لك حيح طيب دي تسليم و مازين عز تقول لهم شوف نتسليم 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 أقول لهم كل سنو أنتوا طيبين سعدت معهم هم في بداياتهم كانوا معتمدين علينا إحنا ناخد بيدهم إحنا معتمدين ناخد منهم صح في البدايات أكيد سكلا تبادل دائما بكرة أجمل أدنا معكم سنة جميلة بكرة أجمل إحنا كمان موعدين بكرة بحلقة جديدة مختلفة و كمان متميزة مليانة بكل الحب و بكل الخير و بكل الجمال و بكل السعادة بكل العطاء و الانتماء لكم خليكم بيراب و ابقوا بعافية و ابقوا طيبين سلامة سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة